وطهرين رواقع التابعين وتعالوا النهاردة في الحلقة التانية عن النجاشية تعالوا النهاردة نحكي لحبيبنا اللي ما حضروش حلقة مبارح نحكي البداية البسيطة للقصة اللي احنا ذكرناها قلنا جماعة واتفقنا ان النجاشي اللي احنا بنذكره في القصة ديت هو لسه ما بقاش نجاشي النجاشي اللي بنقصده في القصة بتاعتنا اللي هو صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم واللي الصحابة هجروا إليه ده كان لسه طفل صغير وإحنا بنحكي القصة ديت كان لسه طفل صغير اسمه أصحمة ابن أبجر وبالله عليكم احفظوا الاسم ده هو ده بطل قصتنا وما لقيه النجاشي النجاشي ده جماعة لقب أي واحد في الدنيا كان بيملك الحبشة كان بيحكم الحبشة كان بيلقب بلقب النجاشي زي ما كسرة لأي واحد بيملك أو بيحكم بلاد الفرسة كان يسمى كسرة وأي واحد بيحكم بلاد روم يسمى قيصر واضح المعنى ده إنما هو ما اسموش أيصا أصلا لا كسرة ولا قيصر ولا اسمه النجاشي ده ده لقبه إنما هو لقبه اسمه إيه إلي اسم تاني فكان بطل قصتنا اسمه أصحمة ابن أبجر قصته بتبدأ من أبوه أبوه كان النجاشي بتاع الحبشة أبوه كان هو ملك الحبشة هو حاكم الحبشة وكان أصحمة ابن أبجر اللي هو بطل قصتنا كان لسه طفل صغير وكان أبوه رجل حاكم عادل وكان الدنيا كلها بتحبه وبتموت فيه لأنه فعلا كان إنسان عادل وفاضل وكان بيكرم شعبه جدا أمره ما ظلم حد ولكن كان مشكلته الوحيدة إنه هو ما عندهش من الدنيا دي إلا ابن واحد اللي هو بطل قصتنا أصحمة ابن أبجر وكان ليه أخوه كان عنده 12 ولد فاجتمع الوزراء وشياطين الإنس اللي حواليه والحاشية الصعبة دي حاشية السوق اجتمعوا قالوا ما ينفعش رجل ده يفضل على طول هو نجاشي الحبشة ليه يا جماعة أرد ما عندهش ابن واحد يعني هو لو مات النهاردة ابنه هو اللي يمسك بلاد الحبشة طب لو مات الولد ده مين اللي يمسك بلاد الحبشة هيضيع الملك والدنيا كلها هتتقلب عشان كل واحد فيهم بيبقى طمعان أنه هو يبقى ملك الحبشة طب نحل المشكلة دي إزاي قالوا نخلي النجاشي الكبير اللي هو ماسك الحبشة دلوقتي نخلي أخوه اللي عنده 12 ولد هو اللي يمسك مكانه لأنه عنده 12 ولد يوم ما هو يموت ابنه كبير يمسك ابنه كبير يموت اللي بعده يمسك هيبقى عندنا 12 ولد بأولادهم بذروريتهم بيه هيبقى الدنيا ماشية على طول زي الفل طب نحل المشكلة دي إزاي قالوا نروح نكلم أخوه ونستأذنه في أن احنا نقتل النجاشي اللي هو والد أصحمة ابن أبجر خطو بال